موسيقى كازاخستان تعلن الجولة السادسة من محادثات استانة بشأن سوريا تؤجل إلى منتصف في سبتمبر بعد حصارهم من ناحيتين نهر الفرات ماتس يعلم مقاتلو داعش محاصرون في تلعفر وأيامهم باتت معدودة واليونيسف تكشف بوكو حرام تضاعف تجنيد الأطفال في نيجيريا وتستخدمهم قنابل بشرية أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري وعلى الصعيد السياسي تحديدا إذ علن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف أن جولة السادسة من محادثات استانة بشأن تسوية الأزمة السورية أجلت من أواخر شهر آب أغسطس الجاري إلى منتصف شهر أيلول سبتمبر المقبل وقال عبد الرحمنوف للصحفيين أنه تم تأجيل وفقاً للمعلومات التي تلقاها من روسيا والتي تفيد بأن الدول الضامنة أي روسيا وتركيا وإيران تعتزم عقد اجتماع فني قبل نهاية الشهر الجاري إذ ستتفق على جدول الأعمال ومواعيد اجتماع استان المقبل على وجه الدقة إنسانياً أقام الدفاع المدني السوري في الغطى الشرقية وقفة في الذكرى الرابعة لمدزرة الكيميائي التي راح ضحيتها أكثر من ألف وأربعمائة شخص لتذكير العالم بهول الجريمة التي لم ينل مرتكبوها عقاباً بعد وعلى أنقاض الأبنية المهدمة في مدينة زملكة حيث مسرح الجريمة وقف أفراد الدفاع المدني الذين كانوا شهوداً على المدزرة ورفعوا لافتات تحكي تاريخ المدزرة وتؤكد للعالم أن ضحايا الجريمة ليكون مجرد أرقام فحسب كما ندد أصحاب الخوذ البيضاء بالتغاضي عن محاسبة المجرم الذي خنق الشعب بغاز السارين نحن حبينا اليوم نوقف فسل نذكر العالم أنه مثل اليوم ومبارح من أكثر من أربع سنوات كان في مجزرة تعتبر من أبشع المجازر التي مرت على التاريخ بحق أهلنا وشعبنا الموجود داخل الغوطة الشرقية اللي راح ضحيتها أكثر من ألف وأربعمائة إنسان بين رجل وطفل وإمرأة نحن موجودين هنا لنكون مساهمين معهم نساهم معهم ونساعدهم ونكون إن شاء الله اليد الإنسانية الموجودة داخل المناطق المحاصرة وداخل المناطق المحررة بكل المحافظات السورية كعمال دفاع مدني موجودين رغم الأسى رغم الألم رغم كل شيء نحن موجودين إن شاء الله وما زلنا هنا أفادت وكالة رويترز بأنها اطلعت على تغرير سري للأمم المتحدة يفيد بإرسال كوريا الشمالية خلال الأشهر الستة الماضية شحنتين من الأسلحة إلى مركز جمرايا الحكومي المسؤول عن برنامج النظام الكيميائي في سوريا منذ السبعينيات من القرن الماضي وتوثق عشرات الصفحات منه انتهاكات كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة عليها ويقدم أدلة جديدة على استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي في سوريا قال المكتب الأعلامي لقوى الثورة والمعارضة في سوريا إن نحو خمسين مدنيا قتلوا بضربات روسية على تجمع للنازحين شرق مدينة حما وسط البلاد وفد نشطون أن طائرات روسية ارتكبت مدزرة مروعة في ناحية عقربات شرق حما إثر ضربات جوية استهدفت تجمع للنازحين وتحدث الناشطون عن سقوط أكثر من خمسين قتيلا في تلك المنطقة التي تشهد حمالات عسكرية ضد أفراد داعش هذا ونفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن مائتين وخمسين ضربة على داعش في مدينة الرقى السورية ومحيطها في ليل الأسبوع الماضي فقط بحسب ما قال المتحدث باسم التحالف الكولونيل راين ديلون في وقت تضيق قوات سوريا الديمقراطية الخناق أكثر على تنظيم داعش في المدينة وبعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من المعارك داخل الرقى باتت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نحو 60% من المدينة التي فر منها عشرات الألاف من المدنيين التجديد الأمني والإعدامات التي طالت الكبير والصغير من السكان فضلا عن الاستعراضات العسكرية كانت مشاهدة سائدة أثناء احتلال داعش لمدينة الباب شرق حلب ولعل أبرز استعراض كان في عام 2014 حيث سير داعش رتلا عسكريا وجاب به شوارع المدينة وبذات الطريقة بعد ثلاثة أعوام رد ناشط مدينة الباب بتسير حافلات تقل أطفال يرتدون ملابس الأطباء والمهندسين وغيرهم في رسالة سلام وحياة للعالم التقرير أتى لمشاهدين والتفاصيل قبل ثلاثة أعوام وفي ذات المكان خرج تنظيم داعش باستعراض عسكري لمقاتليه الملثمين وجاب بهم شوارع مدينة الباب برسالة مباشرة تزرع الخوف بقلوب المدنيين مما هو آت هزم داعش وبقي المكان ليصبح شاهدا على استعراض بفكرة معاكسة أبطاله أطفال يبعثون برسائل استلام إلى العالم وكل يرتدي زيان حسب حلمه بعد تحرير مدينة الباب بفضل جيش السوري الحر قام شباب تنسيقية الباب باستعراض طفولي لأبناء مدينة الباب حقيقيين ما هو أشخاص مجهولين هوية وغير ملثمين فيهم الطبيب والمهندس واللي حاب يكون دفاع مدني لما يكبر بيرد على استعراض العسكري تبع تنظيم داعش الفعالية نظمها ناشطون في تنسيقية مدينة الباب وذلك احتفالا بمرور عام على هزيمة سوادي داعش في المدينة وشارك بتنظيم الاستعراض كل من الشرطة الحرة والدفاع المدني وطلاب المدارس فضلا عن حضور شعبي حافل أخي اللي صار اليوم تظاهرة بمعنى الكلمة تظاهرة من كل قلوب الأطفال الفرق بين اليوم وبين 2014 هو اليوم كانت طوعية 2014 كانت إرهابية بكلمة عني الكلمة من معنى مشروع طفولة مشروع طفولة ناجح الحمد لله في مدينة الباب نفس الشيء بنا نوصل رسالة للعالم انه السواد ان شاء الله زال من هالمدينة ورسالة بتوقع ان شاء الله وصلت تعد هذه الفعالية واحدة من أهم التحديات لتنظيم داعش الذي دأب خلال احتلاله الباب لقتل الأمل في صدور المدنيين من خلال الاستعراضات العسكرية والجرائم التي ارتكبها ليقف سكان المدينة صفا واحدا في هذا المسير ولسان حالهم يقول هذه سوريا التي نريد لأخبار الآن همام أبو الزين مدينة الباب ريف حلب الشرقي لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير احييكم من جديد في الشأن العراقي اكد وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس ان افراد تنظيم داعش الارهابي اصبحوا عالقين في قضائة اللعفر بعدما تم حصارهم من ناحيتين نهر الفرات الذي يقسم العراق وسوريا مشيرا الى ان ايام التنظيم باتت معدودة وكان ماتس عقد في بغداد اجتماعات معقدة عراقيين بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتزامن مع دخول القوات العراقية لقضائة اللعفر الذي يعد احد اخر معاقل التنظيم في العراق الى ذلك قالت الامم المتحدة ان نحو ثلاثين الف مدنيين يحاصرهم افراد داعش حاليا في قضائة اللعفر العراقي وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفن دوكاريك خلال مؤتمر صحفي قال ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تخشى من قيام داعش باستخدام المدنيين المحاصرين دروعا بشرية ومن ان تترافق محاولاتهم للخروج من قضائة اللعفر مع اعدامات وعمليات قتل اذا وقال مصدر عراقي عسكري ان نحو عشرة الاف مدنيين فروا من المناطق المحيطة بقضائة اللعفر غرب مدينة الموصل في لن الاربع والعشرين ساعة الماضية مع استمرار معارك تحريرها من احتلال داعش واوضح المصدر انه تم نقل الفارين الى مخيمات مؤقتة كانت قد انشئت خلف الخطوط الدفاعية استعدادا لاستقبال الفارين من المعارك دعا محاققون تابعون للامم المتحدة العراق الى ضمان حصول النساء والفتيات اللاء تعرضن لعنف جنسي مرسه ضدهن متشددو تنظيم داعش على العدالة وعلى تعويضات ويتم تقرير المحاققين على الخص بافراد الطائفة الازيدية اللاء خطفن واستعبدن او تم تجنيدهن للقتال مع المتشددين اهم ما ورد في التقرير الاممي مع الزميلة ألفا جامي اكثر ضحايا تنظيم داعش الذين تعرضوا لانتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي هم الاطفال والنساء لسيما اليزيديات وغيرهن من نساء الاقليات الاخرى هذا ما كشف عنه تقرير اممي حسد فيه الامم المتحدة العراق على بذل مزيد من الجهود لضمان رعاية والحماية والعدالة لالاف النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا اعمال عنف جنسية ارتكبها تنظيم داعش كما حذرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بان الاطفال الذين ولدوا نتيجة اعمال عنف جنسية يواجهون خطر قضاء حياتهم وهم يعانون من التمييز وسوء المعاملة قال المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان ان الاصابات البدنية والعقلية والنفسية التي يتسبب بها تنظيم داعش تكاد تتجاوز القدرة على استيعابها اكد تقرير الامم المتحدة ان بغداد مسؤولة بموجب القانون المحلي والدولي عن ملاحقة المعتدين قضائيا والمساعدة في ضمان حصول الضحايا على تعويضات وانتقد الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقية والذي فشل بشكل كبير في ضمان توفير الاحترام والحماية المناسبين للنساء والاطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي وغيره حذر من ان النساء اللواتي تزوجنا مقاتلي داعش يواجهنا خطر التمييز وانواع اخرى من العقوبة الجماعية نتيجة شكوك بانهن تعاوننا مع المتطرفين اعرب التقرير تحديدا عن القلق حيال اوضاع مئات الاطفال الذين ولدوا لنساء في مناطق احتلال داعش دون شهادات ولادة او باوراق ثبوتية صادرة عن التنظيم وغير معترف بها من بغداد وحث بغداد على ضمان عدم تعرض الاطفال الى التمييز بسبب الاشارات الواردة في شهادات ميلادهم بانهم ولدوا خارج الزواج او لديهم والد مرتبط بداعش وعدم تركهم غير مسجلين حيث يواجهون خطر البقاء دون اوطان اضافة الى الاستغلال والاتجار بالبشر وتعقيبا على الموضوع قال مدير المرصد العراقي لحقوق الانسان مصطفى سعدون في مدخلة اللحمة اخبار الان قال ان اطفال مقاتلي داعش ضحايا ولا ذنب لهم فيما اقترفه اهلهم من اخطاء ودع سعدون الى عدم نبذهم من قبل المجتمع حتى لا تكون هناك اثار نفسية سلبية عليهم فهم في النهاية مجرد اطفال يجب ان تحل الازمة الان باعتبارهم ان اطفال ما زالوا في عمر السنة والسنتين والثلاث سنوات يجب ان لا تلتقط لهم صور على انهم ابناء لمقاتلين لدى داعش ويجب ان لا يظهروا في الاعلام على انهم بذات الصفة حتى لا تكون هناك اثار مجتمعية سلبية ربما تبقى هناك ازمات لداخل العشيرة المعينة وداخل المجتمع المعين لكن بالنتيجة يجب ان يكون هناك قرار حكومي او تشريع برلماني يعتبر هؤلاء الاطفال هم اطفال لديهم حقوق كأي طفل آخر على اعتبار ان الطفل ليس لديه اي ذنب يعني لا يوجد اي شخص في العالم اختار امه او ابوه فبالتالي يجب ان ما انحمله وزر ما فعله والده او فعلته والدته في اليمن اعلنت القوات الشرعية قتل ما لا يقل عن عشرين مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة تاعس جنوبي صنعاء وضفت القوات الشرعية ان المعارك اندلعت عقب هجوم شنه الانقلابيون على مواقع الجيش مؤكدة تمكن الجيش خلال المعارك من التصدي للهجوم واجبار الانقلابيين الحوثيين على التراجع بعد ان تكبدوا خسائر كبيرة في صفوف مقاتليهم على مدى السنوات الثلاث الماضية تواتر ظهور حمزة بن لادن في اشريطة صوتية صادرة عن القاعدة عقب تعرض قيادة التنظيم بزعامة ايمن الظواهري في ازمات عدة وانتشر الحديث في اوساط مؤيدي التنظيم حول امكانية ان يستلم حمزة بن لادن قيادة القاعدة فكيف سيؤثر ذلك على تنظيم نتابع سبق وتحدثنا في تقرير سابق عن حمزة بن لادن واحتمالية ان يكون قائدا لتنظيم القاعدة كما اشيع خلال الاشهر الماضية في مواقع الكترونية موالية للتنظيم وعرضنا تساؤلا مفاده وان تم ذلك فكيف سيؤثر على مقاتلي ومؤيدي القاعدة واضافة الى ما ذكرناه انفا عن ان القاعدة تعارض انتقال السلطة عبر السلالة وتثبت فشلها وخلوها من القادة الاكفاء وتظهر شخصية حمزة الضعيفة وانعدام خبرته نضيف اليوم نقطتين همتين تكشفان المزيد عن تأثير ذلك على القاعدة الاولى هي تطرف حمزة حيث يبدو هذا الشاب مستعدا لان يتخطى حدود والده وان يخوض في عالم وحشية داعش حتى يظهر بصورة الشخص القوي والشديد باعين عامة الناس واذا ما قرنا بافعال والده فان اسامة بن لادن كان يسعى الى تقليل الهجمات ضد الابرياء في محاولة لخداع الناس اما ابنه فهو على استعداد ليخاطر بشكل اكبر من اجل ان يبدو شديدا ويعزز صورته الضعيفة ثانيا هو انقسام في قيادة القاعدة العليا فمنذ وفاة اسامة بن لادن كان الظواهري حريصا على استغلال اسم بن لادن لتعويض عن فشله الخاص والدليل على ذلك هو اصدار الظواهري سلسلة من اشريطة الفيديو بعنوان ايام مع الامامة كذريعة لمواصلة الاصغاء الى ما كان يسمها بن لادن ايام المجد والان يستخدم الظواهري حمزة لتحقيق ذلك ويعتبره دمية يستخدمها كيفما يشاء لتخفيف الضغط الذي يتعرض لها في نهاية الامر اي ان كان الجانب الذي سيطغى فان حمزة سيكون هو الخاسر وكما هو الحال مع العديد من الرجال الاخرين في القاعدة فان قيمة حمزة الوحيدة في التنظيم هي ان يكون وقودا لمحرقة الظواهري بحيث يمكن للظواهري ان يمدد عمره لفترة اطول بقليل اذا فما هي القيود الملتفة حول عنق حمزة بن لادن وهل بامكانه ان يتحرر منها قدم رئيس الامريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في افغانستان تقضي خصوصا بارسال مزيد من الجنود وممارسة ضغط متزايد على باكستان التي دعاها الى الكف عن ايواء ارهابيين تفاصيل خطة ترامب في افغانستان ضمن تقرير الزميلة حنان ظاهر يبدو ان الرئيس الامريكي قرر ان لا يتبع حدثه هذه المرة في افغانستان فبحسب التصريح الاخير لترامب قال انه سينشر مزيدا من الجنود في افغانستان بعكس ما كان قد المح اليه في حملته الانتخابية عندما قال ان الحرب مكلفة جدا فيما يتعلق بالارواح والاموال هناك فبعد كثير من الدراسة والبحث وجد الرئيس الامريكي بان انسحاب جنوده من افغانستان سيؤدي الى فراغ يستفيد منه الارهابيون وخوفا على سرية المعلومات قال ترامب انه لن يتحدث عن عدد الجنود حتى لا يعرفها اعداء امريكا بحسب وصفه واستنادا الى مسؤولين في البيت الابيض فان ترامب سمح لوزارة الدفاع الامريكية بالنشر ما يصل الى 3900 جندي اضافي وحذرت ترامب في خطابه الحكومة الافغانية من ان الدعم الامريكي الذي سيتواصل في مواجهة جماعة طالبان على الارض لن يكون شيكا على بياض من جهة ثانية ترك الرئيس الامريكي الباب مفتوحا على امكانية اجراء حوار مع بعض عناصر من جماعة طالبان ومارس ترامب في خطابه ضغطا على باكستان معتبرا انها غالبا ما تشكل ملجأا لعناصر الفوضى والعنف والترهيب يذكر انه قتل قرابة 2400 جندي امريكي في افغانستان منذ العام 2001 بما اصيب اكثر من 20 الف اخرين بجروح في اطول صدام عسكري في تاريخ الولايات المتحدة قالت منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة في بيان لها ان عدد الاطفال الذين جندتهم جماعة بوكو حرام المتشددة لتنفيذ هجمات انتحارية في نيجيريا هذا العام زاد باربعة اضعاف عن اعداد عام 2016 وكذا بيان المنظمة الاممية ان 83 طفلا فجروا انفسهم منذ بداية عام 2017 منهم 55 فتاة و27 طفلا احدهم كان رضيعا بحسب المنظمة واضف البيان ان الامم المتحدة قلقت للغاية بشأن زيادة المروعة في الاستخدام الوحشي للاطفال خاصة الفتيات كقنابل بشرية في شمال شرقي نيجيريا نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل اخير علماء يكتشفون الية تأثير البدانة على اعضاء الجسم الحيوية احييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم الى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها متجر سويسري يبدأ بتقديم بورغر الحشرات للمستهلكين بدأت سلسلة متاجر كوب السويسرية الشهيرة ببيع شطائر بورغر تحتوي على دودة الطحين بدعوة أنها غنية بالبروتين وتعد السويسرا هي أول بلد أوروبي يسمح ببيع الحشرات كمادة غذائية في متاجره إلى صحيفة الشرق الأوسط التي اخترنا منها لكم ساعة بيكبين تتوقف عن العمل حتى عام 2021 توقفت دقات ساعة بيكبين الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن وستستمر في التوقف حتى عام 2021 بغية إجراء إصلاحات ضرورية تشمل الساعة والبرج المحيط بها وقالت السلطات البريطانية إن توقف ساعة بيكبين سيحمل عاملين القائمين على إجراء عمليات الإصلاح ونقرأ مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية واتساب ستيتوس بألوان جديدة جاء في تفاصيل الخبر أطلق تطبيق واتساب تحديثا جديدا يوفر للمستخدمين القدرة على كتابة الحالة أو الستيتوس بخلفية ملونة على غرار ما يحدث في تطبيق فيسبوك وأطلق واتساب التحديث الجديد حاليا بشكل اختباري لعدد محدود من المستخدمين صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم ناسا تخطط لتوليد الأكسجين على سطح المريخ تمهيدا لإرسال البشر كشفت وكالة ناسا خطة جديدة للتغلب على واحدة من أكبر العقبات التي تعرقل استمرار استعمار المريخ التعتزم الوكالة استخدام الغلاف الجوي للكوكب الأحمر لتوليد الأكسجين عند هبوط المسبار الفضائي روفر لمهامة المريخ في عام 2020 ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية التي اخترنا منها لكم هذا الخبر الصحي اختبار للعين يشخص الزهايمر مبكرا طور باحثون أمريكيون اختبار للعين يمكنه أن يرصد مرض الزهايمر قبل عشرين عاما من ظهور أعراضه واشار الباحثون إلى أن الاختبار الجديد يعد من أكبر الإنجازات المتعلقة ببحث السرطان حتى يومنا هذا نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا اكتشف علماء في الصحة ألية تأثير البدانة على أعضاء جسم الإنسان الحيوية واثبتت هذه الدراسة أن الشحوم المتراكمة على الكبد هي أخطر على البدنة التفاصيل في التقرير التالي مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله ترتبط البدانة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسرطان كما هو معروف لكن هناك علماء من ألمانيا اكتشفوا آلية حصول ذلك إذ أن كمية الدهون تؤدي دورا مهمة في حصول مضاعفات البدانة الخطيرة لكن خطورة هذه الدهون تختلف من مكان إلى آخر في جسم الإنسان وبعد دراسات سابقة أكدت خطورة الشحوم المتراكمة في البطن فقد توصل العلماء من خلال دراستين علميتين جديدتين أجراها باحثون من المركز الألماني لأبحاث السكر إلى أن الدهون المتراكمة في الكبد هي الأخطر على صحة الإنسان البدين وتكشف الدراستان أن الدهون المتراكمة في الكبد تضر بالأعضاء الحيوية الأخرى وخصوصا البنكرياس والكليتين والقلب والأوعية الدموية وربما أن هذا الضرر المباشر على البنكرياس هو الذي يعرض الشخص البدين إلى الإصابة بداء السكري وأثبتت أيضا من خلال الدراستين أن خلايا الكبد المتشحمة تفرز مستويات عالية من البروتينات والأنزيمات والسكريات الضارة في الدم لتصل إلى أعضاء الجسم الحيوية الأخرى إلى أخبارنا الرياضية ربما لم يعد يتبقى كثير من الوقت لكن الأيام الأخيرة من السوق الصيفية قد تشهد عدد من الانتقالات البارزة خاصة في ظل سعي برشلونة لتعويض رحيل نمار إلى باريس سان جرمان ورغبة نجم الجزاء الرياض محرز في تغيير فريقه المعلنة منذ نهاية الموسم الماضي الزميل مهند حزين يكشف لنا أبرز خمسة أسماء بارزة قد تنتقل إلى أندية جديدة فيما تبقى من فترة الانتقالات الحالية البداية مع رياض محرز نجمي لستار سيتي الوجه المتوقع للدولي الجزائري أرسنل أو روما إذ لطالما أبدأ مدرب المدفعشية أرسنفينغر إعجابه بالنجم الجزائري الدولي بينما يصر روما بقيادة داهية السوق مونشي على خطف جناحي لستار فمن ينجح في ضم محرز؟ رحيل دياغو كوستا عن صفوف تشيلسي أصبح مسألة وقت لكن طبقا للهداف الإسباني فإن ناديه يبضل كل ما بوسعه لمنعه من الانتقال إلى أتلاتيكو مدريد تحديدا على الرغم من أنها وجهته الوحيدة المفضلة والتي رفض لأجلها فرصة الانتقال لميلان فهل ينجح في مسعاه في النهاية؟ بعدما بقي على الدكة في مباراة فريقه ضد ديجون ومع عودة أنباء سعي باريسان جيرمان خلفه قد يرضخ موناكو لأي عرض يقترب من 180 مليون يورو المطلوبة للتخلي عن كليام بابي والأقرب لضمه باريسان جيرمان أو ريال مدريد الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي رفض تدربة مع بروس دورتمون رغبة منه فالانتقال إلى برشلونة ليدفع سود الفيستفاليا لإيقافه تلديبيا بينما يتطلعون لرفض العرض الكتالوني في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد لتدخله في الصفقة فليب كوتينيو هدف آخر لإدارة برشلونة التي قدمت عرضا وعرضين وثلاثة لأجل شراء النجم البرزيلي من ليفربول غير أن الريدز ما زالوا يقاومون فهل تستمر هذه المقاومة حتى نهاية السوق؟ الإجابة فيما تحمله الأنفاس الأخيرة من المركات الصيفي رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدور الإسباني لكرة القدم بشأن قرار إيقافه لخمس مباريات بسبب دفعه الحكم وطرد رونالدو في مباراة ذهاب الكأس السوفر الإسبانية التي فاز فيها ريال مدريد على غريمه برشلونة في معقله كامبنو بثلاثة أهداف مقابل هدف وعقب بالإيقاف لخمس مباريات وقبل ختام النشرة مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين كازاخستان سوعلن الجولة السادسة من محادثات إستانا بشأن سوريا تؤجل إلى منتصف سبتمبر ماتس يعلن مقاتلو داعش محاصرون في تلعفر وأيامهم باتت معدودة واليونسيف تكشف بوكو حرام تضاعف تجنيد الأطفال في نيجيريا بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع إذا مشاهدين وصلنا إلى الختام أعود وأنتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء وفي تمام الثانية ظهرا بتوقيت السعودية بنشرة الظاهرة المفصلة إذا مشاهدين دائما كنوا معنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر